اشهد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دين المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالإنجاز الجديد الذي حققته مملكة البحرين في مجال خفض الانبعاثات الكربونية بالمطارات حيث تمكن مطار البحرين الدولي من الوفاء بجميع المتطلبات اللازمة للارتقاء للمستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية مثنياً على الجهود المتميزة التي تقوم بها شركة مطار البحرين الدولي وفريق الصحة والسلامة والبيئة بالمطار في سبيل خفض الانبعاثات الكربونية والأثر البيئي في مبنى المسافرين الجديد مؤكداً حرص المجلس الأعلى البيئة على الاستمرار في دعم الجهود التي تتبنها مختلف القطاعات في مملكة البحرين أشار بن دين إلى أن هذا الانجاز المشرف يضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققتها البحرين في مجال الحفاظ على البيئة لا سيما أن مطار البحرين الدولي يعتبر من ضمن 25 مطاراً في آسيا شرق الأوسط الذين حصلوا على هذا الاعتماد موضحاً أن سعي مطار البحرين الدولي ليكون منشأة حيادية الكربون وحصوله على شهادة الرياضة الذهبية في مجال التصميم المراعي للبيئة والطاقة يعكس الاهتمام الذي توليه البحرين في ملف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر